الخبر ده خبر مهم جدا 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 واسمحولي ان انا اقرأ لحضراتكم الخبر ده لانه ناقص حتة الحتة دي اللي حنتكلم فيها اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم نتاج مسابقات الموسم الحالي بعد انتهاءها عادة مسابقة الدوري الممتاز وبطولي قاس مصري يعني اتحاد كرة القدم المصري اعتمد كل المسابقات الناشئين والشباب وكذا كل المسابقات اعتمدها في معادة حاجتين ده بناء على التقليل اللي نازل على الموقع الرسمي للاتحاد مسابقة الدوري الممتاز اللي لسه ما خلصتش طبعا وحتخلص ان شاء الله يوم 26 اغسطس وايضا بطولة كأس مصر اللي لسه لم تنتهي حتى الان بطولة كأس مصر والدوري حاجة ما فيش اي مشكلة نقدرش نتكلف فيها ولكن هو مش كان فيه مسابقة اسمها مسابقة تحت 99 سنة تحت 99 موليد 99 المسابقة دي اتعمل لها او السن ده اتعمل له مسابقة المسابقة دي خدها مين حد عارف خد المسابقة دي الاهلي ولا غير الاهلي حد عارف المسابقة اللي اتعملت دي حد يعرف عنها حاجة موضوع كبر مرة واحدة وسكتنا عنه مرة واحدة وبعدين الحد اتكلم فيه وبعدين سكتنا مرة تانية وبعدين لما حضرتك طلعت كل شيء طلعت في مسابقات الناشئين فوز الاهلي بطولة موليد 2001 فوز الزمالك 2003 الاهلي في 2006 وبعدين حرص الحدود في 2001 وما جبتش سيري 99 خالص خالص البعض بيقول ما عرفش مين البعض لكن البعض بيقول ان من بعض المصادر داخل اتحاد كرة الخالي بيقولك ايه عصلي دي كانت مسابقة تنشطية نعم حد يفاهم يعني ايه مسابقة تنشطية لو حد يعرف يعني ايه مسابقة تنشطية لو سمحت يقول لنا اتمنى ان حد يعني ايه يقول لنا يعني ايه مسابقة تنشطية المسابقة تنشطية دي يعني حاجة كده بتتعمل يعني كده وخلاص لمجرد ان انت بتعمل تنشيط للفرق لكن حضرتك ما عملتوش كده ما عملتوش كده ولا قلتو كده بناء على القواعد اللي حضرتكو بعدتوها او الاتحاد المصري لكرة القدم اللي احنا كنادي تابعين ليه اتبعتت لنا القواعد ان دي مسابقة فيها بطل وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا هو فيه ايه جماعة الموضوع بسيط على فكرة وما يستهلش كل القصة دي حضرتك اطلع اقول والله انا اديت البطولة دي بناء على القواعد اللي حضرتك حطتها كانت تحت كرة القدم من فضل حضرتك اطلع وقول بناء على هذه القواعد النادي الاهلي بطلا للدوري او النادي الفلاني بطلا للدوري موليد 99 النادي الاهلي رتاقة لو حضرتك اخترت النادي تاني لو النادي الاهلي رتاقة ان يذهب الى ما هو ابعد من ذلك دي وجهة نظره لكن حضرتك حتى هذه اللحظة وحنبدأ مسابقات دوريات ناشئين جديدة خلال الفترة القادمة وحنبدأ اعداد جديد طيب سؤالي لحضرتك هو حنعمل ازاي التقييد في 99 خلال الفترة القادمة يعني انا عندي مثلا كنادي اهلي مثلا يعني عشر لعبين عايز اقيدهم وعشر لعبين عايز امشيهم هلا مشي اللعبة دي ولا ايد اللعبة دي واللعب الايه حد بس يطلع يقول لي حد يقول لي الله في واحد اتنين تلاتة وانا هسكت عن الموضوع ما عنديش مشكلة انا مشكلتي بس الوحيدة ان بتبقى الامور كلها عيمة الامور كلها عيمة محدش عارف حاجة يعني وبعدين الغريبة ان احنا بنكلم كل المسئولين في اتحاد كرة القدم ونقول لهم يا جماعة فضالوا قولوا وجهة نظاركم على فكرة ما بيحبوش يخشوا في قناة الاهلي او ما بيردوش يخشوا في قناة الاهلي ما عنديش مشكلة انت حر اعمل زي ما حدك عايز على فكرة ما عنديش مشكلة لو دخلت في قناة تانية وقلت لي الحل احنا جمهورنا ما عندوش اي مشكلة حضرتك خش وقولي اللي حضرتك عايزه وصدقني انا حابروزهولك بس خليني اقتنع بي خليني حضرتك اقتنع بي واقدر اقنع جمهوري بي اقدر اقنع جمهوري النادي الاهلي حتقول لي دي مسابقة امل هاش ما فيش حاجة اسمها كده ما فيش حاجة اسمها كده حضرتك حطيت قواعد وبناء على هذه القواعد اشترك النادي الاهلي في موليد تسعة وتسعين حضرتك قول انا حدي الاهلي البطولة أو مش حدي الأهلي البطولة حديها لحد تاني ساعتها النادي الأهلي يشوف هيعمل ايه لكن ان انت تسيب الموضوع عايم كده وساكت وما بتطلعش تتكلم فيه ولا حاجة حتى البيان اللي حضرتك منزله على المركز على الموقع الرسمي عندك أو نزلته في الأخبار وفي الصحف خلال الساعة اللي فاتت مش جايب فيه سيرة الموضوع ده خالص يعني اتكلم عن الفرق الهبطة للدرجة الأدنى واتكلم عن الكرة القدم النسائية واتكلم عن كل شيء في اتحاد كرة القدم القسم الأول كذا في الكرة القدم النسائية والقسم التاني كذا وكرة الصلاة تكلم عن كل شيء ولكن جي عند مسابق التسعة وتسعين وقال لك لا لسه شوية على فكرة ما فيش أدنى مشكلة ان حضرتك تطلع تقول والله البطل في هذه المسابقة هو فلان الفلاني وبعد كده نشوف هنعمل ايه طالما حضرتك متأكد من القواعد اللي حضرتك حطيتها لكن حضرتك سايب الدنيا ولا يعني الدنيا ماشية كده من غير ما حد يتكلم ولا عيمة تيجي تسأل اي حد اي سؤال يقولك اه ربنا يسهل ان شاء الله هنطلع قرار هنطلع قرار امتى حضرتك والمسابقات هتبتدي قريب لعيب الناشئين دلوقتي ابتدت تبقى فيه اختبارات وابتدت تبقى فيه كل الاندية وابتدت تبقى فيه اختبارات وابتدت تبقى فيه رؤية من الليجان الفنية المختلفة في كل الاندية عشان تختار لعبين طب هل هنختار لعبين للموسم القادم على اساس ان احنا معانا تسعة وتسعين دول معانا ولا مش معانا خدوا البطولة ولا ما خدوش البطولة فلان ده هدف البطولة ولا مش هدفها هنكمل ولا مش هنكمل هيحصل ايه السنة الجاية حتى هذه اللحظة محدش عارف ايه اللي هيحصل ولا حد تتكلم في ايه اللي هيحصل فمن فضل حضراتكم مفتاش مشكلة لما تطلع تقول بطل هذه المسابقة كذا بناء على كذا ما عندناش مشكلة ساعتها هنقدر نتكلم معاك لكن احنا دلوقتي مش عارفين نتكلم في ايه ما عنديش اي موضوع عايم ولا حضراتك بتقول الاهلي ولا حضراتك بتقول غير الاهلي سايب الموضوع كده واي كلام والدنيا ماشية وخلاص فمن فضل حضراتكم قفيدونا بالحل من فضل حضراتكم قولولنا الحل ايه واحنا هنتكلم في انا عارف ان حضراتك مش هتخش معايا ولا انت ولا اي حد ما عنديش مشكلة ما عنديش اي مشكلة على الرغم من جمهور الاهلي يستحق ان حضرتك تخش وتتكلم على الرغم من بقية الجماهير في كل العالم ان تتفرج على قناة الاهلي من حقها ان حضرتك تخش وتقول وجهة نظرك ولكن ما عنديش مشكلة اطلع في اي حتة تانية واقول الحل زي ما دايما بتعمل